السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم بعنوان الجمع بالعشرات تعلمنا سابقا إيجاد الناتج بضم المجموعات فلنشاهد أوجد الناتج عشرون زائد عشرة اثنان عشرات زائد واحد عشرات تساوي ثلاث عشرات إذن عشرون زائد عشرة تساوي ثلاثون أحسنتم سنتعرف على لوحة المئة لوحة المئة تبدأ بالعدد واحد وتنتهي بالعدد مئة بها مئة مربع مقسمة إلى صفوف وأعمدة كل صف به عشرة مربعات فلنشاهد مثال إذا وضعت دائرة أو حوطت العدد الثان وثلاثون سأنتقل خطوة واحدة فأصبح ثلاثة وثلاثون مثال آخر سأحوط العدد ستون سأنتقل صفين إذن يصبح الناتج ثمانون لأن كل صف به عشرة إذن صفين به عشرين إذن ستون زائد عشرون ثمانون أوجد الناتج عشرون زائد ثلاثون سأحوط العشرون سأحوط العدد عشرون ممتاز سننتقل ثلاثة صفوف إذن سأتقدم إلى الأمام ثلاثة صفوف أصبح الناتج خمسون أحسنتم ذهب أربعة وعشرون متعلما في رحلة إلى المسجد الكبير وانضم إليهم ثلاثون آخرون كم عدد كل المتعلمين الذين زاروا المسجد الكبير؟ استخدم لوحة المئة قف عند العدد أربعة وعشرون ثم تقدم ثلاثة صفوف إلى الأسفل سننتقل إلى ثلاثة صفوف أحسنتم نقف عند الأربعة وعشرون واحد اثنان ثلاثة إذن وصلنا إلى الصف الثالث أربعة وخمسون إذن عدد كل المتعلمين أربعة وعشرون زائد ثلاثون تساوي أربعة وخمسون متعلما الأربعة وخمسون متعلما هو ناتج الجمع أي المجموع أحسنتم سنجد ناتج أربعة وعشرون زائد ثلاثون باستخدام رقعة العمل مثلنا العدد أربعة وعشرون زائد ثلاثون الأربعة وعشرون هي أربع وحدات واثنان عشرات ممتاز والثلاثون هي ثلاث عشرات ثلاثة أعمدة من العشرات أحسنتم سنلاحظ ماذا يقول لنا؟ يقول سأستخدم المكعبات في تمثيل العددين ومن ثم ضمهما نضم الأعداد أربعة وعشرون زائد ثلاثون أربعة وخمسون متعلما الأربعة وخمسون هو ناتج الجمع المجموع أي عدد الكل بعد ضمهما ممتاز تمرن اجمع باستخدام لوحة المئة أو المكعبات أو أعمدة العشرات هيا بنا نلاحظ المثال أربعة وأربعون زائد خمسون ممتاز أربعة وأربعون زائد خمسون سنستخدم لوحة المئة نحوط الأربعة وأربعون ثم سنتقدم خمسة صفوف أحسنتم فأصبح الناتج ممتاز أربعة وتسعون المثال الأول اجمع بإمكانك استخدام لوحة المئة والمكعبات وأعمدة العشرات ثلاثة عشر زائد ثلاثون أحسنتم سنستخدم رقعة العمل سنمثل العدد ثلاثة عشر ثلاث وحدات وعمود عشرات والثلاثون هي ثلاثة أعمدة من العشرات ثم سنضم الكل أصبح عدد الكل ثلاثة وأربعون ممتاز المثال الثاني اجمع بإمكانك استخدام لوحة المئة أو المكعبات وأعمدة العشرات ورقعة العمل سبعة عشر زائد أربعون سنوجد ناتج الجمع باستخدام رقعة العمل سنمثل العدد سبعة عشر سبع وحدات وعمود عشرات سنمثل العدد الثاني أربعون أربع أعمدة من العشرات سنوجد ناتج الجمع بضمهما فأصبح عدد الكل سبعة وخمسون المثال الثالث اجمع بإمكانك استخدام لوحة المئة أو المكعبات وأعمدة العشرات لإيجاد الناتج أربعة وأربعون زائد خمسون ما هو عدد الكل؟ نريد عدد الكل أحسنتم أصبح الناتج وعدد الكل أربعة وتسعون ممتاز المثال الثاني ستة وعشرون زائد عشرون يساوي ستة وأربعون أحسنتم المثال الرابع اجمع بإمكانك استخدام لوحة المئة والمكعبات وأعمدة العشرات ستة وخمسون زائد ثلاثون سنجمع العشرات إذن أصبح عدد الكل أحسنتم ستة وثمانون ممتاز المثال الثاني إحدى عشر زائد ثمانون سنجمع عدد الكل أصبح الناتج ممتاز واحد وتسعون اليوم تعلمنا جمع العشرات مع عدد مكون رمزه من رقمين ممتاز زائد مضاف المثال الثاني سنجمعه من رقمين ترجمة نانسي قنقر